استقبل وزير العدل المستشار عمر مروان بدوان عام الوزارة رامين جاربانوف رئيس المفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة والذي يقوم بزيارة لمصر للمشاركة في مؤتمر مجلس الدولة حول إنشاء اتحادي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفريقية وخلال الاجتماع استعرض وزير العدل مشروعات الوزارة المستحدثة كمشروع التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية منذ رفع الدعوة حتى صدور الحكم ونظام إقامة الدعوة عن بعد أمام المحاكم المدنية ونظامي تجديد الحبس الاحتياطية عن بعد وكذلك تحويل الكلام إلى نص مكتوب المطبقين حديثا بالمحاكم الجنائية كما استمع وزير العدل إلى تجربة مفوضية في مواجهة جائحة كورونا والدراسات التي أعدتها حول الإدارة القضائية لتحقيق أقصى استفادة من مقار المحاكم وإعداد القضاء وطرق تفادي تراكم القضايا خاصة في أوقات الأزمات ترجمة نانسي قنقر